منذ العام 2006 وحتى اليوم هدمت إسرائيل ما لا يقل عن 1400 وحدة سكنية تابعة لفلسطينيين في الضفة الغربية وما يزيد عن 700 منزل في القدس الشرقية بحجة البناء غير المرخص جراء تلك السياسة فقد ألاف الفلسطينيين مساكنهم نصفهم من الأطفال عند مدينة البيرة وسط الضفة الغربية حاصرت إسرائيل منزلا وشرعت بهدمه يعود لعائلة مطرية مكون من أربعة طوابق بحجة أن البناء يقع في مناطق سي التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية كان صاحب المنزل يستعد الوضع لمسات نهائية حتى يستقر فيه راحت في رمشتين وكنا لك الشخول غير الله مدلة شو بدي أسويه؟ أنت بتقدر تعمل لي شيء لما جو الإسرائيليين يهدوا؟ ما حدا كادر يعمل لي شيء؟ شو لمين أروح؟ من شرائع غير الله ربي؟ كل نص البلد سي خلص وكفت عليه خلص هذه بتريح بالإسرائيل؟ انتهى الحمد لله دهب أمان طال الله دهب إذا هذه باك يعلي عكله في إسرائيل وزي ما بقولوها الحمد لله رب العالمين وبالقرب من مستوطنة بساقوت حاصر عشرات الجنود المنطقة وشرعوا بعملية الهدم التي استمرت لأكثر من أربع ساعات بعدها انسحب الجيش إلى عمق المستوطنة وسط خشية سكان حي جبل الطويل من أن يطال الهدم مجددا منازلهم بحجة عدم الترخيص أجل ساعة ثلاثة ونص أربعة بكوهانة نزلوا البواقع أول شيء طوقوا الدور كاعدونا في الغرف وكاعدوا أظهور الدور الجيش وصاروا يتفكتوا في ذال الدور وفي الغرف وشيء بعدين كاعدونا بعدين أطلعوا الجرفات والبواقع ويوسع الأمر العسكري الذي وقع عليه القائد العسكري الإسرائيلي في السابع عشر من نيسان إبريل من العام الحالي صلاحيات الإدارة المدنية الإسرائيلية هدم أو إزالة المباني الجديدة المقامة في مناطق سي بحجة البناء غير المرخص تشكل هذه المناطق أكثر من 60% من إجمال مساحة الضفة الغربية ويقول الفلسطينيون إن الإدارة المدنية الإسرائيلية ترفض طلباتهم للحصول على ترخيص بناء مما يجعلهم تحت طائلة التهجير القصري ليس بالأمر الغريب أن تهدم إسرائيل بيتا في الضفة الغربية أو القدس المحتلة لكن اللافتة أن المستوطنات تتوسع طولا وعرضا وتسرق أرض الفلسطينيين فيما الفلسطيني يعيش النكبة والنكبة مرات ومرات ضياح الشياء الغد مدينة البيرة ترجمة نانسي قنقر